أعلم بحضراتكم من جديد واستكمال الحديث عن تريند الأهلي والسوشيال ميديا وحديث عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة نبدأ بعض من الصفحة الرسمية للأهرام على تويتر ولنشرت أن الأهلي بيدرس الدخول في معسكر مبكر استعداداً لنهاء إفريقيا طبيعياً مباراة يوم 6 نوفمبر الجهاز الفن هيفكر ويفضل أن يكون فيه معسكر لمدة طويلة شوية عشان الجهاز واللعيبة يركزوا قبل موعد النهاء إن شاء الله يوم 6 نوفمبر أيضاً من صفحة اليوم السابع الصفحة الرسمية على الفيسبوك اتحاد الكرة نهائي دور الأبطال إفريقيا في برج العرب بدون جمهور عايز أوضح بس سريعاً نقطة مهمة جداً في هذا الموضوع أولاً هذه المباراة تنظيمياً هتكون تبع اتحاد الكرة المصري بالتنصيق مع الاتحاد الإفريقي لقرة القضب سواء النادي الأهلي أو النادي المنافس للأهلي في النهائي الاتنين هيكونوا ديوب في هذه المباراة لا يحقل أي منهم أن هم يتكلموا على اختيار الملعب في النهاية القرار قرار اتحاد الكرة مع قرار الاتحاد الإفريقي بالتنصيق مع الجهات الأمنية المباراة حسب الأقويل حتى هذه اللحظة في مباراة في برج العرب وتوجيه الدعوات أيضاً هيكون للاتحاد الإفريقي لقرة القضب الأندية المعنية في النهائي ليست منوطة باختيار أو توجيه الدعوات لأي شخصية عالمية أو أي شخصية قرية أنها تحضر النهائي النهائي هنا الدعوات بتكون مسؤولة من الاتحاد الإفريقي لقرة القضب بالتنصيق مع الجهة اللي بتنظم وهو الاتحاد المصري لقرة القضب طيب بنكمل مع بعض برضو مع حضراتكم وسوبر كورا صفحة رسمية لسوبر كورا على الفيسبوك الأهلي يستعيد التونسي علي معلول في مران الغد كان معانا زمننا العزيز شريف شعبان وتكلم على جهزية اللعيبة لكن إن شاء الله يوم الخميس هتكون كل اللعيبة في المران الأخير آخر حاجة من الوطن سبورت طلاع الجيش يجدد طلب بقاء عمار حمدي والأهل ينتظر قرار موسماني ده بشكل عام هيتم بعد مباراة 6 نوفمبر وختم المشوار الإفريقي جهاز الفني وقتها هيقدر يكلم فيه خريطة المرحلة القضب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج الترند وعرض مشاركات الجماهير